السلام عليكم أهلي فيكم في فيديو جديد حبيت أسود الفيديو حبيت أني أتكلم عن الماجيك كيبورد بعد ما أحقلكم سنة قرابة سنة سنة إلا سبوع وسبوعين كده تقريبا بالنسبة لي ممتاز جدا أقدر أقول لكم 8 من 10 أنا من النوع اللي من أول ما نزل استخدمته الكيبورد وبرضو أنا من النوع اللي من أول ما نزل الكيبورد العادي استخدمته طبعا استخدمت هذا مع البرو عندي نسخة البرو 12.9 نفس هذه الكيبورد بعد ما نزل هذا على طب شريطة هذا ممتاز وفيه ميزة تمنيت أن أبل تحطه هنا فأتمنى أن أبل الكيبورد الغادم تكملين دي الميزة اللي موجودة هنا فيها رح نقول لكم عنها هنا يؤسفوني أني أقول لكم بعد مشارية هذا واستخدمت التركباد أقدر أقول لكم استخدام الجهاز كلمس للآيباد قل بنسبة يمكن 9% أو يمكن أكثر عادي يمر بليوم بليومين ما أستخدم اللمس صحيح والله أنا أكلمكم جد كاستخدامي أفتح الجهاز استخدم التركباد في كل شيء التركباد عندي في كل شيء تنقل يمين يسار يعني يمكن يمر يوم ما أستخدم التتش في الجهاز بدأ أنت تستخدم المايك تعرف اختصارات موجودة هنا فكقلم وككتابة أستخدمها موقت يعني أخذ هنا على طول نوتابلتي ولا القود نوت وأكتب يعني أكثر شيء الآن في استخدامي في الكتابة استخدمت أشياء كثيرة ما توقعت أن الكيبورد رح يغنيني كثير عن اللمس ما توقعت أن جودة التركباد اللي سوتها أبل رح تخلي الإنسان يفكر أن إذا شاريت الكيبورد مع التركباد صحيح رح أستخدم التركباد يعني صحيح أن هذه القطعة دي رح أستخدمها كثير ما توقعت أن كده يعني كيف تفهمونها يعني تفهمون من شخص يحب لايباد نزلتها وخلتي استخدم التركباد بدأ الحركة ونزلت القطعة بهذه الجودة ما توقعتها يعني خروج بالبرامج بالأشياء التواصل كلها بالتركباد يوم ديت أسوي الريفيو لحق القطعة هذه قبل شهر تغريبا قد أتخلى أسوي لها السنة كاملة قمت أدقق على الأشياء أدقق على الأشياء اللي ما تعجبني قمت حتى كون الريفيو انطباعي بعد سنة اتضح لي أني التركباد مية في المية استخدمها أكثر من اللمس تضحني أنه الآن أقدر أستخدم آيباد بدون لمس لكن في وقت الكتابة لا أبي لمس يعني أشياء كثيرة تضحت لي في الكتابة أشياء كثيرة مثلا ما كنت أؤمن فيها أنا كبداية الكتابة أصلا بالقلم أقول لكم الآن بعد كم سنة خم سنوات أربع سنوات تريبا أول ما نزل القلم ما تكرقمتها الحق الإيباد الوريجينال والواحد أقدر أقول لكم أن في كل فترة كنت قلت أوه خلاص قلم أكتب أفضل من الأوراق الآن أقول لكم لا الحكس كتابة الكيبورد أفضل بكثير من القلم كتابة العادية يعني مثلا جالس أنا في الكلاس والمدرس يتكلم مثلا و أكتب أشياء أكتب كلمتين ثلاث كلمات بالكيبورد بالسرعة للتعود حقك أما بالقلم توني في الأي ما بعد أن أنزله يعني ما أني ضغطت الأي خلصت وذاك الأي ما بعد أكتبها كلها في السرعة فبالنسبة لي القلم أستخدم من حق تحسسي يعني رياضيات مريضيات هذه الأشياء لازم بالقلم إنجينيريق لازم بالقلم رسم ما رسم لازم بالقلم لكن ككتابة عادية بالكيبورد أفضل فتركباد مثل ما قلت لكم جبار جدا الانجل والحركة الزوايا اللي في أي زاوية تحطها ما توقعت إن الشركة رح تسويها الجودة هذه جدا ممتاز الأشياء اللي ما عجبتني فيه الوزن هذا أول نقطة ثقيل مرة ككيبورد عادي أبقى لحط سمنت داخل أنت خرصانة ما تشي لحط ثقيل ثقيل مرة توقع لحق التوازن لأنه مش أتوقع مية في المية كأنجينير قلنا الجهاز لا تبي تحطه على الطاولة يمسك على الطاولة صح الوزن الثقيل حق ليبار عشان ما يهز الجهاز من نفسه من تحت فهذه شي من الأشياء تمنيت أنه في صفوف هنا للإضاءة لأن أنا الشي اللي ما يعجبني يعني أكثر الوقت أصلا أقسر إضاءة مثل الكيبورد وأطفيها كامل الأصل أن تشتغل مع الأوتو والشاشة والإضاءة ما تشتغل عندي طفيت الأوتو وشقلتها ما تشتغل عندي ليسنة وشو ما تشتغل وشو ما تشتغل وشو ما تشتغل أو 5% بالشحنة كاملة يمكن فما حسنت بفرق بدون أو معاب كبطرية في الآيباد الكيبورد ما في بطرية بعد شغل سؤالون كيف تشحن الكيبورد الكيبورد ياخذ من الجهاز نفسه الدوتس 3 اللي موجودة هنا هي موجودة هنا هي اللي تشقل الكيبورد نفسه الشي اللي عجبني فيه أني أقدر أشحم من هنا وأقدر أحطي USB-C مثلا وفي الحركة اللي هنا أني أقدر أشحم برضو فإذا كنت في كافي شوب فإذا كنت في مكان أقدر أشحم من الجهة أو من الجهة هذه الحركة الحلوة هنا ما أقدر أحط ذاكرة لكن أقدر أحط ذاكرة من هنا الكيبورد الغديم ما في ذي الشي خلاص أنت جاهز بس ما عندك إلا الجهة واحدة الكتابة بالكيبورد ممتازة جدا يعني ضغط ما ضغط كلابتوب كلابتوب والضغط يعني حقه الحركة اللي مش عجبتني وكأنني شاري قلم هنا دخلت الكلاس فتحت ليباد أبأكتب أصوط الكيبورد كذا خلاص الكيبورد الخارج ما ينضغط وتكتب على طول فهذه الحركة الحلوة هنا ما يروح فأضطر أني أمسك الكيبورد وفصله وأهد هذا وأكتب هنا بعدين أخلصت أرجع وحط الجهاز كذا واجيب هذا الشي اللي مش عجبني هذا الشي اللي عجبني هنا مع أن في أشياء ثانية هذا مش عجبني فيها أول حاجة الحلو فيها هنا أن الكيبورد نفسه داخل وفي بروز هنا في الجنب علشان لسكرت الأيباد ما يبصم في الشاشة نفسها هنا في بروز خفيفة الجهة يعني في الأمام هنا لكن still إذا سكرت الكيبورد مع الوقت أحس بالضغطات هنا في النهاية فأحيانا شاشة الأيباد نفسها تبصم بسبب هذا الشي طبعا تمسحها وتروح ولكن هذا الشي اللي مش عجبني أن الكيبورد نفسه هذا يضغط على الشاشة هنا ما يضغط على الشاشة وبس في النهاية ما يجيك كيبورد 2 شو يتسوي أبو نقدرون نقول الشهر هذا إن شاء الله ما يجيك كيبورد 2 أتمنى شي يسونا فيه طبعا بيسونا فيه شي ثانية تبهرنا لكن شي اللي أنا أتمنىهم الـ F هنا يكون أزرار ما أدري كيف تسوينا لكن إضاءة لازم يكون هنا والصوت لازم أبو وإني أقدر أكسر لمش أكسر أفرر كذا وأقلب عشان أكتب لجي تكتب ما يحتاج أني أفصل الكيبورد كذا بس وقته كيف إنجينيرينج يلا أبو توقع فكرتوا فيهم بداية أتوقع عندهم الحل أصلا لكن يحطونك دي الحركة وبعدين نقول خلى دي الميزة لحق السن القادمة فبس فأفنا هذه الفيديو وتنسوني اشتراك بغناة اشتراك حسابي بشتراك بشتراك وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني بضل دعاكم السلام عليكم